تترقب هذه العائلة بشارة مفرحة وقد امتلأت عيون أطفالها حزنا وخوفا على الأب الذي انقطعت أخباره تحت أنفاق التاريب في رفح بعدما غمرتها مياه المطر وانهارت على عمالها الفقراء عمال قتلتهم البطالة والحاجة مرات عدة قبل موتهم الأخير فيش غاز فيش كاز فيش أكل فيش شرب عشر تنفار عندك هذا ولا مين يأكلهم مين يشربهم الطار أنه يطلع على الموت يدور على الأكل والشرب العائلة لا تنفك تكرر أنه لو لا الفقر لما ذهب الناس للانتحار في مهنة الأنفاق وهي تصارع وحدها البحث عن ابنها في غياب الأجهزة الحكومية التي تتهمها العائلة بالتقصير في مهامها الإنسانية سفق نفق على ناس يطلعوهم يشوفون لهم الحلول لكن حكومة بتاخد جباية وبتاخد ضرائب وبتاخد هذا ومش قادرة تطلع المواطنين هذه كارسة هذا سرداق للعزائل أحد الذين استطاعت عائلته نبش جثتي من تحت نفق انهال بفعل الأمطار قصص الفقر هذه تتشابه عند الفقراء من الشباب الذين تدفعهم الحاجة للعمل في أنفاق التهريب وجود بطالة متفشية نسبة بطالة عالية تدفع الشباب إلى العمل في الأعمال الخطرة مثل الأنفاق التي أودت بحياة علي والعديد من الشباب أمثال علي إلى هذه الأنفاق يلجأ الفقراء من الناس بحثا عن لقمة العيش وعلى مخاطرها إلا أنها بوابة الأمل الوحيدة لألاف من الأسر المنسية من حكوماتها التي استثمرت تجارة الأنفاق على حساب الأسر الفقيرة كما تقول الأسر التي فقدت أبناءها في جوف الأرض للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترنشونال من قطاع غزة شريف النيرب